الشريعة هي الدين كله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها قالوا الشريعة هي الدين فيه عقائد وفيه أخلاق وفيه معاملات وفيه أحكام وفيه عبادات فهل مر يوم على المسلمين أعرضوا جميعا عن الصلاة أو عن الزكاة أو عن بر الوالدين أو صار لديهم شبهات حول وجود الخالق سبحانه أو اليوم الآخر هذا لم يمر وبالتالي فعلا الشريعة لم تعطل في يوم من الأيام بشكل كامل ودعني أقول ما طبقت بشكل كامل أيضا إلا بشكل نسبي ممتاز تقريبا في عهد الخلفاء الراشدين بشكل نسبي ممتاز لكن بعدهم لما صار الحكم ملكا عضوضا في شيء مهم جدا في الشريعة ما يطبق ليهو الشورى وعمرهم شورى بينهم فإذا معظم التاريخ الإسلامي لم تكن فيه الشريعة مطبقة بشكل كامل ولم تعطل أيضا بشكل كامل لا هذا ولا ذاك ولذلك الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة المفروض يقال نحسن الالتزام بالشريعة نحسن مستوى الاتحاكم إلى الشريعة نحسن مستوى الوعي بأهمية الشريعة وإلا تطبيق الشريعة موجود لعلهم يقصدون بمجال القوانين سيدي يعني بدل أن نستورد قوانين وضعية من صنع القوانين وهذه المشكلة التي حصلت إلينا صار في نوع من الاختزان يعني خفضنا الشريعة إلى مستوى القانون أول القوانين بشكل عام ثم خفضناها إلى مستوى قانون العقوبات فصارت المناورات أنه فلان يطبق الشريعة لأنه يقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجلد شارب الخمر فصار هذا هو الفهم أنه هذه هي الشريعة مع أن الشريعة هي أوسع من هذا بكثير يعني أن يعطي الناس حريته ماذا من الشريعة أن يعدل بين الناس هذا من الشريعة أن لا يولي أقرباءه ويستغل السلطة أن يفصل بين المال الخاص والمال العام أن يعطي للقضاء حريته حتى يصبح نزيها ولا يستغل من قبل القوى الغاشمة الموجودة في المجتمع بر الوالدين الأمر بالمعروف أنه يعني كل هذه من الشريعة وهذه تعطل جزئيا ولدى بعض الناس وتطبق جزئيا لدى آخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر